بالرباط تم تسليم الشواهد لصناع التقليديين المستفيدين من برنامج تصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة الصناع التقليديين بجهة الرباط صلى القنيطرة الفكرة هي أن نرفع هذه الأعداد في مهن متعددة لكي يستطيعوا أن يتطوروا في الحياة ويربحوا أكثر في المداخل ويوليوا أكثر احترافية بل ويخدموا في بلايس أخرين ويحسنوا من الأجور ديالهم إلا كانوا أجراء أو من الأدخول ديالهم إلا كانوا كمقاولين ذاتيين أو في المجال الجمعوي أو في المجال ديالتعاونيات الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بـ 221 صانعة وصانعا تقليديا على مستوى الجهة في حرف الخياطة التقليدية والنجارة وصناعة المفروشات المنزلية والطرس باليد وبالآلة وكهرباء السيارات جاءت هذه التجريبة تنفيذ النصوص القانونية في هذا الإطار هذا لكي تعطيهم هذه الدبلومات المعترفة التي تعترف اليوم بهذه التجريبة المهنية على أساس أنه السنة المقبلة إن شاء الله سنعمموها التجريبة على ستدي الجهات وفق أنها تعمم على المستوى الوطن برنامج التصديق على مكتسبات التجريبة المهنية للصناع التقليديين ينظم بمبادرة من غرفة الصناعة التقليدية بجهة الرباطس للقنيطرة وبشاركة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ترجمة نانسي قنقر